حاجيات تلفت نظر المار لا من ندرتها بل لغرابتها معدات وقطع قد تكون معظمها مستهلكة لكنها تعرض للبيع هنا في سوق الهرج أطلقت عليه هذه التسمية لارتفاع صوت الباع وزحمة المتبضعين السوق الذي يعتمد عليه الفقراء المتعففون كمنكز تجاري من جانب ويرتاده من يبحث عن الانتكات من جانب آخر ففيه تعرض حاجيات متنوعة منها القديم ومنها الحديث المستهلك زين والله نفتريت نشوف حاجات رخيصة زين من الموجود بجيبنا نقدر نشتري بي أكو عالم ماذا قد تشتري يقول لها شواء بألفين يقول جزال ألقي أرخاص الثاني لا أفتري أنا نمكن داد أولي حجم حاجة تفيدني دي لبيع زين ليش اشتري من غرب وكان بخمسة عشرين نجي ناجد ألقي بكتالاب بربعة تالاب بخمس تالاب وسوق الهرج يجمع كل الناس الفقرة والناس اللي تبحث عن الأشياء العنتيكة الوضع الاقتصادي الرث ساهم بشكل كبير في زيادة إقبال الناس لهذه المحطة التجارية خصوصا في الفترة الأخيرة التي شهد فيها العراق انخفاض عملته أمام الدولار الأمريكي وعلى ارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والبضائع في الأسواق طبعاً الشعب العراقي يعني من بداية الاحتلال لحد هذه اللحظة يعاني من المعيشة الصعبة فنتيجة هذا الظرف القاسي الذي يعيشه يلتج يأخذ شغلات مستخدمة وشغلات في سوقها رجز شغلات رخيصة لأن وضع الاقتصادي مدهور في بلد غني مثل العراق يتوقع أن تكون هناك مراكز تجارية كبرى تجتذب إليها الناس إلا أن تعاقب الأزمات وسوء الإدارة في المرحلة السابقة أضعفت القوة الشرائية للعراقيين عموماً ولسكنت العاصمة بشكل خاص ما دعوهم ليرتادوا سوق الهرج وأسواق كثيرة على شاكلته قطع قد يراها البعض أن لا حاجة لها في حال أنها تغني كثير مما لا قدرة شرائية لهم فسوقها رجله قاصديه ومرتاديه من سكنة العاصمة بغداد محمد فراس قناة التغيير